موضوع ديال القتاع القتاع الخصوصي احنا اركزنا في ورقة طريق على المدراسة العمومية بلما نستطنيو الحقيقة المدراسة الخصوصية اركزنا على المدراسة العمومية لان اعتبرنا بان المدراسة العمومية الى بغينا نخلقوا هاد ازمة التقالي هي كينا مع المدراسة اليوم اه هي مع اولا مع المدراسة العمومية لان اه اصار واحد العدد ديال التي اعتبروا بان الخدمات ديال المدراسة العمومية ماشي ماشي في المستوى لو كانت المدراسة العمومية ذات جودة هادتي الحقيقة راه وبنفسه هي الاجابة على سؤال سؤال ديالكم لان كانت المدراسة العمومية عند هالجودة الضرورية راه تبقى الاصار اختيار يمكن له الا اعتبر بان فيه المصلحة ديال والاعتبارات اخرى بغى اولاده يمشي المدراسة الخصوصية هادة تبقى اختيار ديالو اعتبر بان ما ما بغاش يمشي الاتجاه يمشي واحد المدراسة العمومية اللي هي خدمات ديالها تسكن خدمات ديال الجودة لهذا الموضوع ديال الجودة راه في قلب موضوع ديال انصاف قلب موضوع ديال كيفاش نجعلوه نخلقو هادة تقى ما بين مع اه مع المدراسة احنا اه انا بلما ندخل التفاصيل غلي بغيت نأكد عليه بان هاد القطاع الخصوصي من طبيعة الحال كين واحد الاطار تنظيمي اللي حاناتنا الشغلو على كيفاش نراجع له هاد الاطار التنظيمي ديال القطاع القطاع الخصوصي باش يلعب دور ديالو بغيناه يكون دور تكميلي ديال 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 مدرسة ديال مدرسة العمومية هالدور تكميلي تعني بأن أولا هاد القطاع الخصوصي خصيكون تعاقد مع الأسر داخل في واحد دفتار تحملات اللي هو واضح شنو هما تزامات وشنو هما واجبات كل أطراف خص هو هاد القطاع الخصوصي نبوا ب zul implicit ديال 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 lawn ديال ديال ديالff وحاد شفافية فهاد فهاد العلاقة وهناك وحечة العدة ديال موقعت لأنني كانت عندي مناسبة لا فيستقبال جمعيات ديال آباء والأمهات ولا فيستقبال أيضا ممتلين على هذا القطاع الخصوصي تأكيد عليها ونحن نشغل على على مواضيع باش اللي هي ممكن نندمجوها في المنظومة قانونية دي تقنين هذا القطاع القطاع الخصوصي ثم تكلمتي على واحد الموضوع اللي هو دي الأداء شهر شهر يوليوز أنا اللي بغيت نأكد عليه نحن أولا كوزارة أعتبرنا بأن من أخرنا الدخول المدرسي تأخر من بداية شهر شبتمبر إلى بداية شهر أكتوبر وفي نفس الوقت كان إعلام بأن السنة الدراسية ستستمر إلى غاية شهر يوليوز علاش؟ لأن أعتبرنا بأن المقرار البرنامج الدراسي را ما تغيرش نحن ما غيرناش هذا البرنامج الدراسي را نفس البرنامج الدراسي لأن أعتبرنا بأن حاولنا كل ما يمكن باش تكون هاد السنة ما عندهاش نفس الأطار على التلاميذ كيف السنة الماضية سنة ألفين وعشرين ألفين وعشرين ألفين وعشرين اللي كان عنده واحد الأطار نظرا الواحد العدد ديال المؤسسات اللي هي كانت مغلوقة بهذا راه نفس السنة الدراسية نفس عدد شهور زمكين لديال الدراسة حنا حاولنا باش يبقى نفس عدد عدد شهور ولهذا منسق بنا لا جمعيات ديال الأباء والأمهات ولا ولا جمعيات ديال القطاع الخصوصي احنا أكدنا بأن أولا ما يمكنش شو واحد اللي خلس شهر سبتمبر اللي بدي يخلس شهر يوليوز لأن احنا ما 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 رفعناش من عدد زمكين زمان دراسي ما ما ارتفعش تانيا اعتبرنا بأن خص هاد القطاع الخصوصي بقى حلول مناسبة مع ياخد بعين الاعتبار أيضا الوضعية ديال الأسار وياخد سميتو وحاولنا كل ما يمكن باش ننقاربو وجهة النظار ما بين ما بين ما بين الأطراف وكان دو بعض النقاط اللي بغيت نأكد عليها ما يخص جانب شكرا سيد الوزير نعلم